كمان رفض ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية المصرية واعتبروا تدخل فيه الشؤون الداخلية لدولة مستقلة مؤسس للأمم المتحدة وهي دولة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية ولا تقبل أي إملئات خارجية كمان سامي سوس أكد وهو عضو مجلس النواب طبعا عن حزب مستقبل وطن أن بيان البرلمان الأوروبي يعد بمثابة تدخل صارخ فيه الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه كمان أكد النائب برياض عبدالسطار عضو مجلس النواب أنه من غير المسموح التجاوز في حق الدولة المصرية أو سيادتها وهذا الأمر لم يكن وليد اللحظة فهنا كمان يحاولون النيل من مصر كمان وصف النائب سيد شمس الدين عضو مجلس النواب بيان البرلمان الأوروبي الأخير بأنه مضلل وضد العقل والمنطق ويعد تعديا على الشأن الداخلي المصري معانا على الهاتف في هذا الشأن الدكتور عمر سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماية الوطن مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا دينا ومساء الخير على مشاهدينك الكرام وشعبنا المصري العظيم وكل عام ونحن جميعا بخير بذكرى النصر واليبش التهبي لنصر أكتوبر طبعا وكل سنة حدريك طيب يا فندم في البداية دكتور عمر ازاي شفت البيان المغلوط الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية المصري والله الحقيقة يعني ما صدر من البرلمان الأوروبي لا يعني نستطيع أن نصفه بأنه يمد للسياسة أو للأداب البرلمانية بظلم كل دولة في العالم لها سيادتها ومصر دولة ذات سيادة ومرفوض كل الرفض أن يتدخل أحد في سيادتنا أو أن يملي علينا ما نفعله نحن لسنا دولة صغيرة ولسنا دولة بعيدة عن الحضارة أو المدنية ما قامت به الدولة المصرية وما تقوم به على الدوام وما تحرص عليه القيادة السياسية أن لكل مصري الحق في المواطنة وهذا ما نص عليه الدستور وهذا ما أقرته القيادة السياسية وما أصدر في سبتمبر 2021 فيما يخص استراتيجية حقوق الإنسان في الدولة المصرية من يأتي ويملي علينا ما نفعله من يأتي ويقولوا افعلوا هذا ولا تفعلوا هذا هل لأي دولة أوروبية أن يكتمع البرلمان المصري ويملي على دولة ما رأيه؟ أو يقول لها أنت أخطأتي أو لم تخطئي؟ عفى الحقوق الإنسان التي كانت ترفع علينا من آن لآخر لا نعتقد أن الدولة المصرية الآن يعجبها ذلك أو أو يؤثر فيها بشكل أو بآخر نحن نعي تماما ما نفعله والقيادة السياسية وسيادة الرئيس صرح يوم حكاية وطن أنه يريد أن يشارك الجميع وقالها سيادته بلسانه يومها وقال حتى وإن كنت هتقول لا شارك شارك إن بحث القيادة السياسية على أن يكون هناك ممارسة للحقوق الدستورية للمصريين ومنها حق الانتخاب ماذا نسميه؟ إلى الساسة في أوروبا ماذا تسمون ذلك؟ إلى حقوق الإنسان التي تتشدقون بها هنا وهناك ماذا تسمون حياة كريمة؟ وماذا تسمون ما نفعل؟ إن حقوق الإنسان فيما نفعله في بلدنا في التنمية وما نقوم به الآن وما تقوم به القيادة السياسية ونحن خلفها أن يعيش مواطنون في حياة كريمة أن يكون عندنا حلم حلم التنمية الذي تأخر خمسين سنة نأسف أن يكون هذا مصاري السياسة الأوروبية وأن يكون هذا الخطاب الذي يوجه للدولة المصرية الدولة المصرية يا سادة أكبر من ذلك نعم ونحن نحترم كل دولة وسيادتها وحق الاحترام واجب على الجميع تجاهنا أنا بشكر حداك دكتور عمر سليمان المتحدث باسم حماة الوطن